وصف الجنة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انشرها لعل الله يأتيك بأمر يفرح قلبك وتنال مرادك الجنة كما ورد في وصفها لا مثيل لها هي نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وفاكهة ناضجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله مما خلقت الجنة قال من الماء قلنا أخبرنا عن بناء الجنة قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها أي طينها المسك الأذفر وترابها الزعفران وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت ومن يدخلها ينعم ولا ييأس ويخلد ولا يموت ولا تبلى ثيابه ولا يفن شبابه وصدق الله حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وما أخفاه الله عنا من نعيم الجنة شيء عظيم لا تدركه العقول ولا تصل إلى كنهه الأفكار اللهم ادخلنا الجنة وأنت راضٍ عنا يا رب العالمين